بسمية عندهم انهم هينشو أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج أراضيها هتكون في قطر خلال شهر من الآن تحديدا خلال 35 يوم من دلوقتي هيتم نشر هذه القاعدة العسكرية ونشر القوات والطائرات وغيرها القاعدة العسكرية عشان حتى تتبعوا عارفين وانا هنا بقول لي أشقاءنا العرب في دول القليج التهديد القادم هو الأخطر أنا بقول لحضراتكم أخطر يأتي لكم من داخل قطر تركيا هتنشر 3000 جندي 3000 ضابط وجندي ستنشرهم تركيا داخل الأراضي القطرية مهمتهم ايه اولا هذا الامر تم الاتفاق عليه بين أمريكا تركيا قطر هيكون هناك تحالف بين التلات دول هذا التحالف ليس لتأمين قطر أو دفاعا لا هذا التحالف هو هدف تهديد بشكل واضح تهديد أمن واستقرار دول الخليج والدول العربية رقم واحد رقم اتنين مهم القاعدة الحربية أو العسكرية التركية غير القاعدة الأمريكية الكبيرة أو قاعدتين الأمريكيتين التجسس من أول مهمها كمان التجسس على الدول العربية إذن تركيا النهاردة تأتي خطرا لنا للدول العربية كلها من قطر قطر مسؤولة مسؤولية كاملة عما يجري النهاردة إنه لما يكون فيه اتفاقية بين قطر وبين تركيا قطر دولة في مجلس التعاون الخليجي في مجلس جامعة العربية عضو في المجلس مش فاعل ولا حاجة ملوش أي لازمة يعني ولا أي كيان ولكن على الأقل إنها دولة فإحنا النهاردة دول مجلس التعاون هل رضي عن هذا التحرك القطري الغير مسؤول رقم واحد رقم اتنين هل هذه الأمور هدفها فقط تأمين مصالح قطر لا زي ما قلت لحضراتكم على الإطلاق هدفها الاشتراك هم معرفوش يعملوا على مدى 4 سنين زعزعة أمن الدول اللي كانوا عايزين يعملوا فيها انهيار الجيوش وضرب الدول وتقسيم الدول وبعد شهر أريكم بسم الله ما شاء الله حلوة الدول لما تتقسم يعني الأمريكان لما قسموا العراق واحتلوا العراق ودمروا الجيش العراقي ومبقاش فيه دولة اسمها العراق تلت دول دلوقتي الشمالي ووسط وجنوب النهاردة لما يروح حدر البغداء العبادي قابل الرئيس الأمريكي يدي له ظهره لكنه مش موجود ها ركو